بويندو بيوتي اليوم مشاهدين رح يتجدد لقائنا مع سيد إلي سيف صاحب مركز سيف بيوتي كلينيك عشر فروع بمختلف المناطق اللبنانية وعشر سنين خبرة بها المجال اليوم رح نركز على خدمات معينة وتحديدا على اللايبو ساكشن وكمان على زرع الشعر صباح الخير إلي موجود كيفك اليوم؟ شكرا الله حكينا تكرارا عن هالمواضيع ولكن لأنه دايما في حاجة لها الخدمات اللي بتقدموها ونحب نعيد ونقدم المعلومات للمشاهدين اللي بهمهم للأمر رح نباليش بالمكانات اللايبو ساكشن انتو عندكن عدة خيارات لعدة حالة بالواجهة هذا اللي بميز سافيتي كلينيك أنه منه محصور بجهاز واحد ويشتغلوا لكل العالم عشوائيا نحنا بسافيتي كلينيك عطول ما يكون دائقين بالنتيجة مشان هيك نشتري أكتر من جهاز لأنه كل ما شترينا جهاز بقولوا أنه هذا الجهاز بيشفوت ماء وبيشيل دهن وبيشيل جلدي كل جهاز بقول أنه بيعمل هالإشياء كله مش معقول جهاز واحدة وماكنة واحدة تقدر تقدم كل هالخدمات أو تعمل كل هالوزايف لونغوردوند واحدة لليزر واحدة مش معقول تعمل على جلدي مثل غير لونغوردوند مش معقول تشيل ماي مثل غير لونغوردوند مشان هيك نحنا عنا حوالي الأربع أجهزة هيدا أول جهاز الأديم يلي هو هالكانيول بس تفوت تحت الجسم تحت الجلدة ما بتعطي شيء بتبقى نوع حديدة بس يعني مثل شاليمون بيستعملها الحكيم بفوتها وبيطلع بطريقة أنه يكسر دهن تكسير هيدا بشيل فات عادي هيدا طريقة تقليدية مظبوط هيا منشوفها بالسوق عادة بس مزعجة بتوجع وبتترك إزراءاء وبيدها مشد ثلاث شهور الجديد هنا بهالمكانات بالعالم هي مثلا هالمولور لايبو الألمانية هيدا نوع الكانيول بس تفوت تحت الجلدة بنقطة صغيرة أكيد بعد بنج موضعي بفوت الحكيم هالكانيول بس تصير جوة بتاعته ألترا ساوند هالألترا ساوند الأولى هي بيسحب الدهون أوكي هي المشين بيقولوا أنه بتشت جلدة كمانا بس هي عجلدة شوية هيدا دافينشي مكانها مظبوط هيدا الثانية دافينشي ليبو الإيطالية هيدا بس تفوت ما بتاعته ألترا ساوند بتاعته ليزر ليزر 1064 الليزر 64 هي أحسن شي على شد الجلدة وهي السمارت ليبو بس تفوت تحت الجلدة كمان فيها تنالو جوردوند فيها واحدة بتشيل الماء زايدة وفيها واحدة بتشت جلدة وأكيد بتأثر على الفات بس ما منعمل فيها لأنه بطيقة كتير على الفات يعني مثل ما شفنا كل ماشين بتعمل أكتر من شغلة بس فيه ماشينات أدأ من غيرها أو وضع معين هيدا بتبقى دايود هيدا كان الكانيول بس تفوت بتاعته ليزر ديود الديود هو الأول على صحب الماء يعني غير أنه يكون عنا شحوم زايدة ممكن يكون الجسم معبه ماء إذا واحدة بتاعت إجراءة فيها ماء زايدة أو في محل اللي شفت مش حاطة مشد مظبوط عند غيرنا وجاي معبية ماء فينا نستعمل الديود نقدر نحدد قبل ما نختار المكنة يعني نحنا شو عنا أكيد المشكلة نعرف إذا مشكلة جلدة ولا فات والماء تقريبيا نعم بين عرف المناطق اللي بتنعمل بالجسم بقى مشان هيك الماشينات نستعملها حسب المنطقة مبدئية مثلا إيدان إذا كان فيهم دهوم نستعمل مولور لايبو إذا كان فيهم ارتخاء جلدي نستعمل دافينشي ليبو صدر متلى كمانا هلا إذا كانت المشكلة بس جلدي نستعمل دافينشي أو السمارت لايبو اللي عنده بس ارتخاء بالجلدي مظبوط في كتير شباب كانت ناصحة وضعفة وعم جربت طعم الحديد ما عم تقبل تعبها الجلدي هون تنصح بالدافينشي دافينشي بتشر الجلدي الأولى وإذا كان عنده فات زيادة وهذه مستخدمة بس خارجيا هاي دي بنقطة صغيرة عم شوفها النقطة الحمر هنه هاو دي النقطة الصغيرة الحكيم بيبنج بنجد الحكيم السنين حتى ولو ما عم نشفت أي دق من الدهون نعم نقطة وبيفوت الحكيم يا بفوت الأولى الماشين يا التاني يا التالي يعني كله عبارة عن مثل كانيول بتفوت تحت الجلدي هالكانيول حسب شو بتاعتي ليزر أو شو بتاعتي ألترا ساوند على الأساس من نعرف شو بتشتغل البطات الإجرائية مثلا عطول مستعمل جميلة إذا فيهم فات المولور مع الديود المد أرت اللي نحن بنحصر فيه في دافينشي ليبو والمد أرت هوا مش موجودين إلا بسافي بيتي كلينيك المولور ليبو كتير منيحة على الفات السمارت ليبو منيحة على الجلدة وشوية فات عمشوف هون كيف بتفوت هالكانيول نوع خايت يعني بفوت بحديدة صغيرة بكل هالمكانات الفتحة نفس الحجم؟ بكل المنطقة يعني نقطتين أو تلاتة هالنقات أكيد الحكيم يبنج بنج الموضع وبيفوت تحت مننا وبيعطي يا ألترا ساوند يا ليزر يا ديود يا حسب الليزر بيضربها بيكون الهدف منه انه يشتغل على مشكلة معينة هيدا التابلو كومبراتيف اللي بفرجينا الفرق من أول ماشين يلي هي الأديم الميكانيكل يلي بتشيلفات مزبوط وبيقلنا انه بتشيلفات مزبوط بس إزرقاءة قوي ورماء قوي وبدأ مشد ثلاثة شهور وبتترك جلدي رخوي هيدا أول مكانة مزبوط اللي أقرب شيل للطريقة تالي اللي منشوفها بره عند برية سافيتي كلينيك هالآتاني واحدة المولولايبو اللي هي بتشيلفات وبتشيل جلدي بنعتبرها 20% يعني إذا الشخص عنده فات بتشيله فات 20% شو فعالة يعني؟ فعالة يعني أو بتشيله 20% من الكميلة يعني بتعبي فراغ الفات برأيي أنا يعني مشغلتها ما كتير تشيل جلدي شغلتها تعبي الفراغ السماكة الفات اللي شلنيها هلأ إذا الشخص كان أبنا يجي لعنا عنده ارتخى جلدي وحيبي بشدة ساعتها بيعمل دافينشي ليبو أو لسمارت ليبو حسب إذا عنده معها الجلدي ماي ولا دهن وبدال في آخر واحدة إذا كان الشخص معبّى ماي الماد آرت الدنماركية اللي هي خصوصة لشيل الماي وفيش شخص يعمل أكتر من واحدة يعني كذا مرة شخص إيام بيجي بنعمله الأولى بنشيله فات نجع وراها نعمله بنفس نهار بنفس الساعة بنعمله ليزر من هاودي الليزرات بيكون الهدف أنه إذا كان قبل ما يعمل عملية عنده مثلا إرتخى جلدي وعنده فات ساعتها بنعمل يعني ممكن تشتغل على البشرة قبل ما تعمله الليبوسوكشن البشرة عمشتغل عليها من جوة يعني بس نحكي ليزر عم نحكي الحكيمة عم يفوتها الخيط وبيحمي الجلدي من جوة تتحمد بلش تفوت ببعضها يشتغل الكولاجين وإلاستين بلش تفوت ببعضها والشخص أكيد يكون حاطف مشهور يشتغلوا من الخارج ومن الداخل نحنا منقول الليزر أنه بتشت 50% هلأ في منه عنده ارتخى قوي وما بيحب يعمل الليفتنج قوي ساعتها بيعمل الليبوليزر هادي بيفوت الحكيم بيحميله الجلدي بيحط مشاد على شهر هاي منعتبرها بتشت جلدي 50-60% هلا إيام كتير نجع إذا كنتره البعض في شواء يعني 50-60 منه كيفية نقدر نعمله 20 جلسة من هاودي البرانيات مثل السيجما ليفت يلي نزل اليوم جديد هلأ كمل على 50% الباقي هاي ديك منعتبرها بتحسن 20-30 يعني يوصل الشخص اللي عم بيحبه أنه ياخده نتيجة 50 وزيادة 20-30 يوصله لـ 80% ولا يعملوا الليفتنج أكيد بلاج روحات كبيرة وبعدنا هون يعني ما لجأنا للجراحة 100% وهي دي تكنولوجيا الليزر ليفتنج تستعمل للوجه والجسم إن كان تحت الجلدة وإن كان برات الجلدة لا السعار اللي بتختلف كتير بين جهاز وآخر هلا أكيد نحن عملين برايس ليست هذا الشخص بياخد مثلا طبع سحب الدهون مع طبع الشد الجلدي بيدفع واحدة والتانية بيدفع نصة أكيد فيه باكتج معايان بس ايه كل آريا حسابة ولعا وحده يعني نحن بصمي لقلنا الآريا هي بطن وخواصر عم نعطي الخواصر فري مع البطن هون منعتبرون آريا وحده يا هونشيت مع الإفخاد هون منعتبرون آريا كمين هون عم نعطي الإفخاد فري مع الهونشيت يا إيدان يا دقن يا ظهر كل المنطقة حسابة لواحده وهي ده الحساب بيفرق إذا كان لصحب الدهون بده المولر ولا بده معه الليزر وإذا عتاز طبع الماء منعطيه هون فري أي ممكن يكرروا الجلسة إذا واحد رجع نصح فيه جاعة يعيدة بس مبدأين نحن منشيل مشكلة لشخص قرر يضعف منشيله المشكلة ونحن على طول منقول مسؤولين عن المشكلة الموجودة بس مش مسؤولين عن المستقبلة أو عن سببها يعني إذا عنده سبب هو الأكل أو الدواء أو تروب الأرمونوية أو الغدية مثلا غير موضوع يمكن يجمعوا بس ما بيجمعوا بسرع خلينا ننتقل بالوقت المتبقلة لزرع الشعر كمان في طلب كثير عنكم على هالخدمة هاي ده الخدمة الميزين فيها أنه هي من قصة واحد يشتري جهاز وبس في قصة براتيك يعني الخبرة تقنية تقنية وطريقة الشاك هون عم نحكي بالطريقة الجديدة يلي من دون جراحة يعني ما عدنا عم نقص الجلدة من ورا معاية العالم عم تخيف ما في جرح ما في قطب ما في ورم ما في وجع ما بيتعرضوا للاتهابات كمان هيدا موضوع أساسي هيدا ماشي ما كانت تلقى الشعره بتسحب وحدة من عشرة بيطلع نقطة الدم هالنقطة بتختفي بعد أربع خمسة أيام وما في أي أثر من ورا يعني عملية قطف قطف ما كانت شغلتها من زمين عملية القطف معمولة موجودة بس كانت الحكمة تلقى البنس تلقى الشعره بيطه وتسحبه بقى تخيف تكون تشتر كتير بدقة وكتير عمهلة مشين ما تدقى البصلة هيو عم تسحبه وممكن تعمل درر صح كان يوعد الحكيم ست ساعات تقدر تشيل مية قطفة هالما كانت جديدة شغلتها وصرعتها أنه تقطف بسرعة يعني بست ساعات عم نقدر نشيل ونحط 1200-1300 غرفون ست ساعات ست ساعات يعني عم نشيل ست مرات زيادة عن قبل أكتر بفضل هالما كانت كم عدد الشعرات تقريباً نقدر نسحبه يعني الغرفون نعتبره ضربة ثلاثة يعني بين ثلاثة وخمسة ألف شعره مئة بالمئة نحن ما نعرف كل شخص قدر الغرفون في عنده إلا ما نبلش بالأكت يعني بس أغلبية العام تكون ثلاثة وفي ناس أربعة في ناس اثناء بس أغلبيةهم ثلاثة بنفس نهار بتم عملية القطف والزرع بزيت نهار تلت ساعات قطف تلت ساعات شك إيه أكيد يعني هي مشكلة الوقت الطويل بس في قولوا ما فيها واجع منا مزعجي الشخص ما بده مراجع يعني فيه يعمل له ويسافر بنفس نهار هاي أكتر شيء عامل مننا بيأتي الصبح الشخص بيعمل له ويسافر عشية يعني ما يقدر يعمل له ما بده يرجع يفك أطاب بس عنده شوية بريكوسيون للشعرة ينتبه عليها شو لازم يعمل شو المتابعة يعني أول يومين ما فيه يتحمى بعد يومين فيه شط بتغطوا المنطقة اللي اشتغلتوا علي بشي بشيش محل ما منشك أبدا بس مطرح ما منشيل من ورا بيكون فيه نقويت صغار دم منحط له شيشة 24 ساعة لتنهار نعم وبس من بعدها خمسة أيام من ورا ما بلاقي ولا أي أثر شو بتعملوا بالمنطقة اللي بدكن تشتغلوا علي اللي موجود علي شعر ولكن منه كاسيف شو بيصير بها الشعر بتشيلو أو بتنقو فيه أشخاص عنه شعر طويل بدون يحافظوا علي أكيد فيه كتير ناس اللي عم ينتبهوا انه ما يقطعوا بالفاز اللي هي انه يقرعوا تعرف ان اليوم شاب يلاقي شعر خفيف بحيث يقطع انه يصير أرعى بعد شوية يزرع شعر يعني بلاحق حاله قبل ما يختفي كل شعر من المنطقة ولكن الشعر الموجود شو بتعملوا فيه؟ منحط بياناتهم ما بتشيلو يعني ما بتحلقوه لا من قدام ما ترح ما منشك منشك بياناتهم ما فيه زوم تكون قاصس ومن ورا لي زوم تكون قاصس تل ماكنا تقدر تقطفها بده تكون قصيرة بس ما طرح ما بننشك بالعكس فيه نحط بياناتهم ما بتأثر على الشعر القديمة مثل ما العالم بتفكر واللي نقلناها ما بقتوقع لانه عم ننقله من ورا من كعب الراس مثل ما بتعفي الشباب اذا واحد قرع كتير بدل عنده من ورا كثيف من ورا اكتر شيء بعد عنده يعني نوعيتها منيحة نحنا عم نشيل من نوعية المنيحة وعم نحطها بمنطقة كانت نوعيتها مش منيحة ووقعت مثل هكذا بتبقى نتيجتها طويلة للمدى وما بطوع إلا ما شخص يصير قرع من ورا يالهي ما بتصير نعم انتهت عملية الزرع شو بيصير بعدين قدي بدنا ننطر تنشوف أول نتيجة هلا على الشهر الشخص بس يجنعنا مكون شكيله يوهم قصار إلينا على سنتي تقريبا فيه يكونوا بين شعرات طويلين يعني ما بقس تكون زاهرة الشعرة لما بتزرعها إلي شرح تبقى هكت سنتي واحد مظبوط مبين شوائي مئة بالمئة بس على الشهر هالشعرة من لقيها وقت بتكون البصلة بعضها هون تثبتت البصلة نظبوط بتكون ثبتت البصلة بتكب الشعرة بعدين بيبلش نموه العادية اللي هو سنتي كل شهر ونص يعني الشخص تيشوف نتيجة حلوة شعرة طولة ثلاثة سنتي بده يحكي بأربع خمسة شهور وأكيد أول فترة بتطلع رفيعة وما عاش مع مرور السنة بتصير تسمك تتغطي أكتر يعني بتصير نوعيتها نفس النوعية بالمنطقة اللي تم استقصارها نوعية وراء اللي هي أحسن نوعية اللي هي ما بترجع طوقة وبتسمك وبترجع بتصير مثل وراء مئة بالمئة بس اللي بدي يقوله انه هون عم نحكي بمساحات صغيرة يعني ما فيه شخص يعمل جلسة واحدة يغطي كل راسه قدي مساحة الجلسة اللي ممكن عاملها؟ نعم بس بقلنا الجلسة هي بتغطي كف إيد بلاء أصابع وعملها اثنانك فاكتج فيه شي بثلاثة آلاف دولار وفيه شي بأربعة آلاف دولار ما الفرق؟ فرق بنيتهم هو عدد الشعرات الوقت بيختلف بين اكي بدل ست ساعات بصير تخدم معه ثمانة ساعات إذا طلب الكبير وفيه باكج صغير للحواجب عند البنيتها أكتر شي من نعمل منها ألف وخمسمائة دولار وفيه باكج للدقن للحواجب كمان بتشيله من نفس المكان من وراء وناشحة وكتير حلوة بس على الحواجب الوحيد اللي بتعم شوية إزراءاء على الوجه لأنه وصلنا متشك بمنطقة الوجه دولار بس بتروح يعني خمس ستين بروح الإزراءاء تقنيات جديدة عن جد عم بتسهل ناحيتنا كتير شكرا لإلك إلي وللمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هالخدمات اللي بيقدمها اللي بيقدمه مركز ساي بيوتي كلينيك مشاهدينا الواب سايت عم يمرق على الشاشة شكرا لإلك إلي شوفكم على رد أسبوع الجاي نحن نشوفكم المشاهدينا بعد البريك